الحكومة لا تزال محاصرة في معاشيق تطور هو الأكثر توترا وبؤسا بعد أيام من أحدث جولة عنف شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بهدف تصفية ألوية الحرس الرئاسية الموالية للشرعية ممثلة بالرئيس هادي والحكومة وممثلة للمشروع الوطن في هذه المدينة مصدر في الحكومة أكد أن الأوضاع لا تزال متوترة وأن قوات التمرد لا تزال تحاصر المدخل الرئيسي للقصر المعاشيق حيث تتواجد الحكومة الشرعية على الرغم من وجود قوات سعودية في القصر يأتي ذلك بعد يوم واحد من السيطرة على آخر أهم معسكرة الحماية الرئاسية في شمال المدينة المعروف باسم اللواء الرابع بقيادة العميد مهران قباطي وذلك بعد تدخل لطيار يعتقد أنه تابع للإمارات وبعد أن استخدم المتمردون أسلحة نوعية لم يعرف مصدرها وفقا للناطق باسم الحكومة راجح بادي اللواء تعرض لأعمال نهب واسعة لأسلحته وذخائره وهي عمليات تكررت في بقية المعسكرات التابعة للشرعية فيما يراه المراقبون جزءا من مخطط تصفية لهذه المعسكرات بشكل كامل وتوسيع دائرة النفوذ العسكري والأمن للوحدات العسكرية التابعة للمتمردين لا اتفاق حتى الآن وفقا لمصدر حكومي الذي وصف الوضع بالخطير للغاية ما يعني أن التطورات مفتوحة على المزيد من التداعيات المحتملة والأكثر سوءا خلال الساعة المقبلة في ظل ما يبدو أنه إصرار على ترحيل الحكومة وهي آخر من يمثل السلطة الشرعية في المناطق المحررة ثلاثة أيام من القتال الدامي كان هدفه المعلن هو تغيير الحكومة لكنه وفقا لما يرى المراقبون كان يستهدف استئصال كل مظاهر الدولة اليمنية الموحدة ويؤسس الواقع جديد عنوانه المزيد من التمكين للمظاهر الميليشياوية المنفلتة وجر البلاد إلى التقسيم